موسيقى السلام عليكم اهلا بكم في دورة تعليم برنامج فوتوشوف نرحب بكم اعزائي المشتركين في هذه الدورة هذه الدورة راح تكون على ثلاثة مستويات المستوى الاول هو المستوى الاساسي والمستوى الثاني المستوى المتوسط والمستوى الثالث المستوى الاحترافي طبعا في المستوى الاول راح نركز على شرح الادوات بداية راح نتعلم شون نحمل وننصب البرنامج برنامج فوتوشوب سي اس فايف طبعا نسخة سي اس فايف هي من اكتر نسخ استقرارا وخفيفة في نفس الوقت مستقرة وبها اضافات كلش حديثة ومتطورة ممكن نعمل بها اشياء متطورة في عالم الفوتوشوب طبعا رابط البرنامج راح يرفق ويا المنشور ويا منشور المحاضرة الاولى وبإمكانكم ان نتحملون البرنامج بشكل مباشر على شكل ملف مضغوط وطبعا بعد ما تحملون البرنامج بإمكانكم ان نفكون الضغط مثلا احنا راح نفك الضغط احنا طبعا هذا هو البرنامج يتكون من ملفين الملف الاول اللي هو النسخة الباكيج والملف الثاني اللي هو علامة هذا السهم الازرق طبعا بإمكاننا ان نفتح البرنامج وبسيط جدا تنصيبة ونسخة خفيفة ومفاعلة لا تحتاج الى سيرة نمبر او كراك وتعمل بشكل مباشر طبعا بعد ما نفتح البرنامج راح تطلع عنا هذه الرسالة اللي هي خاصة بجدار الحماية نختار يس طبعا راح تطلع عنا هذه النافذة نختار نيكست وبعدها نيكست طبعا البرنامج بنوعين من القوائم طبعا بباكيج دابل لانجوج عربي وانجليزي احنا راح نختار نسخة انجليزية لان الافضل بالمصطلحات نيكست بعدها ننتظر ثواني حتى البرنامج يكمل تحميل تمام بعدها فنش نصب البرنامج وراح تظهر ايكون للبرنامج على سطح المكتب طبعا بعد ما تنصب البرنامج راح تظهر نسخة على سطح المكتب ويفضل فقط اول مرة لما ننشغل البرنامج نضغط كليك ايمن على البرنامج ونختار run as administer او اذا كان اللغة عربية نختار تشغيل كمسؤول فقط اول مرة اول مرة التشغيل بعد التنصيب بعد هيس راح يشتغل عندنا البرنامج طبعا يتكون من ثلاث مكونات رئيسية اول مكون هو شريط القوائم اللي هي file file added image layer select filter view window وhelp بالاضافة الى شريط القوائم ادنى شريط الادوات وهو جزء المهم والاهم في البرنامج وهو طبعا على اليمين bleed option tool صندوق الاختيارات والطبقات طبعا كما نوهنا الجزء المهم والاهم في البرنامج هو صندوق او شريط الادوات طبعا مثل ما تلاحظون البرنامج يقسم الادوات الى مجموعات هذه اول مجموعة اللي هي مجموعة التحديد والتحريك وثاني مجموعة اللي هي مجموعة الترقيع والتلوين والتلوين أو الرسم والترقيع والتلوين والمجموعة الثالفة اللي هي مجموعة الفيكتور أو الرسم الدقيق أو الرسم الهندسي والمجموعة الثالفة صندوق الألوان وأوامر التحكم بالرؤية طبعا إحنا إن شاء الله في هذه الدورة المستوى الأول رح نركز على الأدوات باعتبارها مهمة جدا ورح تلاحظون إن شاء الله في التطبيقات القادمة أغلب التصاميم وأغلب العمليات هي من اختصاص ومن عمل الأدوات وأن هذه الأدوات تخفي الكثير من الإبداع والأسرار رح نحاول إن شاء الله نبينها لكم من خلال هذا المستوى أو هذه الدورة وإن شاء الله رح نبسط هذه الأدوات بأبسط صورة وكل أداة رح نطيكم إلها مثال وتطبيق حتى تعرفون عملها بشكل عملي بالإضافة إلى ذلك أنه رح نستخدم أكثر من أدات في آن واحد لعمل تصاميم احترافية واللي إن شاء الله رح تنبهرون بهذه التصاميم ورح نبين لكم مدى بساطة عمل الأعمال الإبداعية والتصاميم الإبداعية بواسط برنامج فوتوشوب ورح تشوفوها جدا بسيطة وسهلة عندما رح تفهمون هذه الأدوات طبعا الأدوات بسيطة وإن شاء الله رح نشرح هذه الأدوات بالتفصيل الممل كل الأدوات رح نمر عليها وما رح نهمل أي أداة بإذنه تعالى طبعا بالإضافة إلى شرح الأدوات بالنسبة للقوائم رح نحاول نمر على هذه القوائم في المستوى المتوسط إن شاء الله وفي المستوى الاحترافي رح يكون فقط للتطبيقات ورح نشرح لكم بعض التطبيقات الاحترافية اللي من خلالها تفهمون موراء كواليس التصاميم الإبداعية طبعا حتى نفتح صورة جديدة بواسط برنامج فوتوشوب عدنا عدة طرق أول طريقة من File Open طبعا نختار الصورة ولتكون هذه الصورة طبعا أكون ملاحظة مهمة أنه أغلب الصور وخصوصا ذوات الامتداد JBG طبعا هذا الامتداد JBG لما نفتح الصورة رح تكون الصورة مؤمنة مقفولة مقفولة أو مؤمنة لعدم التلاعب بها وأغلب الأدوات أو الجزء الأكبر من هذه الأدوات لا تعمل بشكل جيد أو لا تعمل نهائيا مع الصور المؤمنة يعني مثلا هذه أول أداة اللي هي أداة الموف تول لما أجي أريد أحرك الصورة رح يقل لك يعني ما أقدر أحرك لك الصورة لأن الصورة مؤمنة لازم أول مرة تفتح القفل طبعا بالنسبة للصور المؤمنة حتى أعرفها مؤمنة أو غير مؤمنة أنتبه على اليمين في صندوق اللير صندوق الطبقات رح ألقى اسم الصورة وإن شاء الله رح تكون محاضرة كاملة أو يمكن أكثر من محاضرة لشرح هذا صندوق الطبقات ولكن هسا بشكل سريع بس هتنبين لكم الصور المؤمنة كيف نفتحها وكيف نتعامل وياها على اللير طبعا في حال أنه اللير ما لقيناها ما موجودة من قائمة ويندو ونتأكد أنه أكو علامة صح على اللير في حال أنه ماكو علامة صح يعني معناتها لير مظاهرة نظهرها من خلال ويندو ونخلي علامة صح على اللير طبعا بعد ما ظهرت عندنا اللير رح نلاحظ أنه هذا القفل موجود حتى نفتح القفل ونفتح تأمين الصورة طبعا نضغط دبل كليك على القفل ايسر كليك ايسر رح يطلب من عندنا البرنامج أنه نسمي الصورة الجديدة وولي يكون رح أسميها مثلا طبعا الاسم ماكو مشكلة يكون عربي انجليش ماكو مشكلة رح أسميها مثلا وردة بعدها اوكي وألاحظ على اليمين أنه اختفى القفل أي أن الصورة صارت حرة أقدر أتعامل وياها مثل أداة الموف نقدر نتعامل ويا الصورة وبكل سهولة طبعا هذه المحاضرة هي تعريفية لكيفية تنصيب البرنامج وتشغيله وكيفية فتح الصور وإن شاء الله في المحاضرات القادمة رح نتدي بشرح صندوق الأدوات ورح نأخذ بعض التطبيقات البسيطة حتى نهيئكم للمستوى المتوسط تلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر